اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان تجديد تمثيل مملكة البحرين للدول الاقليمية على مستوى اللجان التنفيذية وحصولها على مقعد رئاسة اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال للعام 2022 يعكس ثقة المجتمع الاقليمي والدولي بدور مملكة البحرين الفاعل في تعزيز التعاون الدولي من اجل تحقيق اهداف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وحماية طبقة الاوزون نعم جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين لدول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأوزون الذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والذي جاء هذا العام تحت شعار تعاون عالمي لحماية الحياة على الارض ليسلط الضوء على اهمية التعاون العالمي في استمرار تعافي طبقة الاوزون واشار سمو شيخ عبدالله بن حمد الى النموذج المشرف الذي قدمته مملكة البحرين بشأن تحقيق اهداف بروتوكول مونتريال والذي يعد نموذجا يحتذى به على الصعيد الاقليمي والدولي ويجسد الاهتمام الكبير الذي تليه مملكة البحرين بشأن الحفاظ على طبقة الاوزون بتوجيهات سامية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم متواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان المبادرات التي اطلقها المجلس لدعم المؤسسات والفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف ساهم في تحسين الممارسات التقنية والفنية في مجال ادارة وسائط التدريب ووحدات التدريد والتكييف وذلك وفق افضل الممارسات العالمية المعتمدة دوليا مؤكدا حرص المجلس على مواصلة تقديم الدعم اللازم لقطاعات التبريد والتكييف في الوقت الذي يحرز تقدما في خفض المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والتي يعمل على خفضها بنسبة 73.5% من متوسط خط الاساس وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال والمشاريع المعتمدة لمملكة البحرين حتى العام 2025 في مجال التعاون الدولي لخفض الانبعاثات المستنفدة لطبقة الاوزون واشهد سمو شيخ عبدالله بن حمد بالدور الذي قام به منتسب المجلس الاعلى للبيئة والجهات الداعمة له من اجل رسم الخطط وتنفيذ المشاريع الوطنية والبرامج البيئية الداعمة لجهود مملكة البحرين في حماية طبقة الاوزون مؤكدا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مكانة المملكة لتكون في طليعة الدول التي حققت أهداف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وعبر سمو شيخ عبدالله بن حمد عن اعتزاز سموه بما تحقق من منجزات عالمية في مجال حماية طبقة الاوزون لأسيما بعد أن تمكن المجتمع الدولي من وقف توسع التدهور في طبقة الاوزون وبدأت طبقة الاوزون بالتعافي التدريجي آملا استمرار التعاون الدولي من أجل تحقيق التعافي التام لطبقة الاوزون خلال العقدين المقبلين أولت مملكة البحرين الاهتمام بوضع استراتيجيات وقوانين تعنى بالحفاظ على طبقة الاوزون وزخرت كافة إمكانياتها وجهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية البيئة من أضرار اتساع ثقب الاوزون حيث تجتمع مملكة البحرين على طويلة واحدة لمساندة كل القرارات التي يخرج بها الخبراء والمعنيون بالبيئة من أجل وضع حلول تخفف من وطأة هذه الظاهرة المجلس الأعلى للبيئة يمثل البحرين في الاتفاقيات الخاصة بالاوزون ومن أهمها بروتوكول مونتريال وكل الاجتماعات التابعة له وتم من خلال المتابعات هذه ومن خلال تنفيذ الالتزامات التي على مملكة البحرين تحقيق خفض كبير في نسبة الغازات المستنفذة لطبقة الاوزون التي يتم تداولها في مملكة البحرين دراسات ومبادلات تضعها مملكة البحرين بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف حماية البيئة والتغير المناخي والمساهمة دوليا في الخفاض على طبقة الاوزون نفذنا الحمد لله مشروع لتدوير هذه الغازات حيث يتم استرجاعها وتنقيتها وإعادة استخدامها بحيث أننا لا نستهلك كميات جديدة أيضا من الأمور الهامة التي تمكننا من إنجازها وتدريب الفنيين على صيانة أجهزة التبريد والتكييف على الطرق والمنهجيات المناسبة لتجميع هذه الغازات بدلا من إطلاقها في الهواء وبذلك حققنا إنجازات نفخر فيها في مجال المحافظة على طبقة الاوزون تقدم باهر وسمعة دولية تحظى بها مملكة البحرين خاصة في تحقيق أداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون وحمايتها